اشتركوا في القناة احنا ضغط عنيف باتجاه شمال روبوتيني القوات الاوكرانية قدرت دفعت القوات الروسية للتراجع الى الخلف وعم تستخدم مثل ما نكون شايفين غيارت بخريطة السيطرة عم تستخدم شمال روبوتيني هي والوقات الروسية ليخوضوا معارك عنيفة فيها وبالتالي هذه المنطقة بشمال روبوتيني فنقول منطقة رمادية الطرفان عم بيستخدموها بمعاركا يعني صار عدة موجات هجوم الروسي الاوكراني بيهجوم بيجعل الروسي بيعمل هجوم مضاد وبالتالي ما نتحت سيطرة احد طبعا حبائي كان في عنا هجوم ايضا ضخم جدا ايضا على عدة موجات عم فكرة بالمنطقة تم استخدام دبابات اليوبار نحو خمس دبابات بهذا الهجوم باتجاه الروبوتيني وفيربوفي الضغط كان فعلا عنيف باتجاه فيربوفي من محورين باتجاه المنطقة هون الا انه الوقات الروسية تصدت الهم باتجاه فيربوفي بتتذكروا الضغط عم بقلكم انه كان العادي الاوكراني وسط عن نطاقها جميعا لتشمل نوفو بوكروفكا نوفو داريفكا نوفو فيدوريفكا ونيستاريانكا وكوبان راحة الاوكرانية عملت هجوم ضخم انه باتجاه نوفو فيدوريفكا هجومان باتجاه فيربوفي من اتجاهان يعني وعلى الروبوتيني من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية طبعا للي ما بيعرف خطوط الرئيسية يعني الدفاع الرئيسي للهوات الروسية هي حمي غرب روبوتيني وشمال غرب روبوتيني اكتر من شرق روبوتيني ذلك الوقات الاوكراني دي ما بتعمد للهجوم باتجاه الروبوتيني من الجهة الشمالية والشمالية الشرقية منكمل بمحور اخر احبائي طبعا محور جنوب دوناتسك حيث القوات الاوكروسية تراجعت من منطقة يوروزين بقت بس مستقرة بعدد من المنازل بجنوب البلدي بالضواحة الجنوبية الاوكران سيطروا على الجنوب او جزء الجنوبي من وسط البلدي ستارو مايورسك متل شايفين صارت مرتبطة بيوروزين في هيدا الطريق بيربط المنطقتين هون هيدا كتير عم بيسهل اندفاع القوات الاوكرانية من ستارو مايورسك لتجي تساعد القوات الاوكرانية لتنضم الى ويهاجموا اتنانا ما تبكى من يوروزين طبعا قوات كاسكالك عم بتأمل الحمية للقوات الروسية اللي انسحبت من البلدي حاليا الروس علينا تشكيل خط دفاعي بالمنطقة اللي يمنعوا هذا التقدم الاوكراني ولكن كان في شيء مفاجئ احبائي وهو استهداف العمق الروسي اه بالمنطقة بنوفو بيتري كيفكا بطائرات مسيارات فلذلك الامر فعلا مرعب بالنسبة للقوات الروسية ازا ادريني للقوات الاوكرانية طالقهم متل ما شايفين نوفو بيتري كيفكا صايرة بالدفاعات الرئيسية للقوات الروسية وبالتالي استخدام كم هائل من هذا النوع الاسلحة ممكن اه فعلا يشكل خطر على الدفاعات الرئيسية للقوات الروسية ولكن ما زال الحديث مبكرا الفعل الامور والحديث حاليا عم بيدور حول الهجوم التالي للقوات الاوكرانية في حال قدروا سبتوا بيستروا مايسك وايروزين رح يتجهوا باتجاه زافيتني ولكن هل رح تتحول هذه المنطقة الى مفرمة لحم صغيرة ام لا هون السؤال طبعا الاوكران خسروا كتير حتى وصلوا ايروزين ولكن للاماني والصدق والموضوعية متل ما عودتكم دائما كانوا الاوكران عم بيخاطروا بجنودهم ولكن كان حميرهم بنفس الوقت بالمسيارات كان في عدد كبير من المسيارات عم بيكون مرافق الجنود وبالتالي عم بيستهدفوا القوات الروسية عم بيراقبوا منها عم تنطلق النيران الروسية اللي عم تستهدف الجنود لاوكران وبالتالي لهك كان في خسير بصفوف الطرفين وقدرة القوات الاوكرانية تتقدم فالامر ما انه سهل ابدا فعلا ضحايا الحرب كتيري بهذه المنطقة يعني الله يعين الشعب الروسي يعين الشعب الاوكراني منروح على محور اخر وهو كتير مهم لتلكم ايضا بالفيديو السابقا يعني دايما بقل لكم تابعوا القناة لحتى تكونوا على الطلاع شو عم يحكي دايما اه تلكم رح يكون فيه هجوم اوكراني من الجهة الشمالية ومن الجهة الجنوبية باتجاه نوفو مخيليفكا بنفس الوقت تلكم رح ممكن يهاجموا من المنطقة ولكن عنده مشكلة حديقة للحيوانات على جتا القوات الروسية اه منذ الظهر حتى اللحزة وسيطرت على المنطقة وبالتالي رح يجربوا يطوقوا نوفو مخيليفكا ربما تعمل الوقات الاوكرانية الى محاولة التفاف على نوفو مخيليفكا تلكم المنطقة هون محصنة من الالفان واربعة عشر وبالتالي في ان حاقت صد قوي من الدفاعات الاوكرانية على الشكل التالي فلذلك ربما تلتف علي القوات الاوكرانية الروسية بالمنطقة ليطوقوها ويجربوا يعزلوها ويسيطروا عليها ولكن المعركة بعدها ببدايتها بعد يعني بعده اصف تمهيدي ومحاول تقدم وليس اكثر من ذلك بنفس الوقت كراسنوريفكا الضغط عليها كتير قوي نفس الشي ربما نشهد عمليات التفاف ايضا يعني يعني عم يرجح انه ممكن يكون تقدم على الشكل التالي وسيطرة مبدئية على المنطقة التالية والبعض ممكن يقول عملية ايضا واسعة تشكل عمليات التفاف كبيرة على القوات الاوكرانية بكراسنوريفكا ولكن اللي ننتظر شو اللي بيصير احبائي بخصوص بخموت لا جديد ولكن متل ما اتلكن ايضا الظهر يعني اللحظين قداش عم بشدد عليكم انتابعوا الفيديوهات السابقة اتلكن للروس عززوا موقعهم بالمنطقة هون لذلك لحتعمل القوات الاوكرانية مهاجمة القوات الروسية باندرييفكا وهذا اللي عم بيصير الضغط فقط على اندرييفكا منذ الظهر حتى اللحظة ما نروح الى جبهة كوبيانسك وهون يحب احكي شوي بالتفصيل عن اللي عم بيصير بجبهة كوبيانسك متل شايفين اندفاع روسي على طول الجبهة من كريمينايا من كريمينايا حتى زفاتوفو حتى كوبيانسك اه تعرفوا صرتوا حافظين الجبهات حكي كتير فيديوهات قبل ممكن تراجعوها ولكن احب احكي اكتر شوي عن جبهة كوبيانسك بما انه هي البتهمكن وهي لعمليات مسرح العمليات حاليا الروس عم بيجروا يتقدم من اتجاه كسيليفكا وكوتلياريفكا بنفس الوقت عم بيجروا يتقدم من اتجاه سينكيفكا طبعا بانتجاه كسيليفكا وكوتلياريفكا وايفانيفكا ومن اتجاه سينكيفكا وبانتجاه بيتروبافليفكا عم تحاول الروسية تتقدم على طول المنطقة ولكن هون في شي كتير مهم تلك الوكران عم بيجروا يعمل خط دفاعي رئيسي يحمو حالم فيه ونشرين قوات بالمنطقة هون نشرين قوات بالمنطقة هون عم بجروا بتعيق القوات تقدم الروسية لريثما تم تحصين هذا الخط بشكل كامل ولكن في مشكلي ابرز مشكلي عند القوات الاوكرانية بجبهة كوبيانسك هي القناة بالموجهة اللي تقدر تضرب او الانزلاكيلي عم تضربها القوات الروسية عبر طائراتها عن بعد وما قادرة تعمل شي القوات الاوكرانية تجاهها وبالتالي في عنا هون هضبة يعني امام الخط الدفاع رئيسي للقوات الروسية عنا هضبة هون بالشكل التالي هادي اذا وصلت للقوات الروسية بكل اريحية بالمنطقة هون اضافة لنفس الشي بالمنطقة هون عنا هضبة القوات الروسية عم تكون اذا وسط لهذه المرتفعات قادرة تستهدف كوبيانسك بسهولة وبنفسها تستهدف طول المواطق الاوكرانية على هذا الخط الدفاعي وبالتالي القوات الاوكرانية هتكون بازمة فعلا تحت مرمى النيران الروسية حلق ربما بعد بقول ليش ما بتتجي للقوات الاوكرانية لهذه التلال ومع النزام دفاع الجوي محمول وتستهدف الطائرات قلت لكم المشكلة انه القوات الروسية قادرة تتفادى طائرات الحربية هذه الانظمة عبر هذه القنابل وبالتالي هادي المشكلة الكبيرة بالنسبة للقوات الاوكرانية بكوبيانسك وبالتالي احبائي دايما رجزوا على اللي بيعرض خريطة على اللي بيع يعني بتكون تعرفوا دايما كيف بالمعارك عم بيتم استخدام كل منخفض كل مرتفع كل تلي كل جبل كل نهر كل تضاريس طبيعي كل غابة كيف عم بيتم استخدامها من قبل الجيشين بالمعارك وكيف ممكن هذا الشيء امر اثر على كل المعارك يعني افترض ان رح تعملت هجوم كتير كبير وبالاخير تطلع بوجي في نهر ما بدوا راعبره هذا الامر ما له معنى فلذلك دايما الطريق بدأ تكون مكشوفي من بدايتها كيف رح يكون خط السير ليصل اي هدف اي جيش عسكري سواء روسي او او اوكراني الى هدفه وهون الامر خطير هون المعارك فعلا عنيفة جدا ستة الوية عم تحمي خط للأوكران عم تحمي الخط من كوبيانسك حتى زفاتوفي اضافة لعدد كبير من الكتيب اما بخصوص التشكريات العسكرية الروسية اللي حكيتكن عنا سابقا نشرت عنا فيديو شكل كامل من يومين عنوانه مئات الف جندي وتسعمائة دبابي عم بيخودوا المعارك اه هل فعلا عم بيخودوا المعارك من كوبيانسك حتى كريمينايا الوضع ما انه سهل ابدا احبائي فيكم تتعرفوا لأول مرة عبر قناتي على الخريطة العسكرية للقوات الروسية والاوكرانية لما بتشوفوا الفيديوهات راح تشوفوا التشكريات العسكرية وهدي ما حدا عارضها لقناة التلفزيونية ولا اي وسيلة الامية بالعالم العربي فلذلك دايما احبائي بتمنى منكم تنضموا للقناة تضعوا اصدقائكم وبتمنى اهم شغلي يكون في فعلا اه دعم مش فقط معنا وانه يكون فقط دعم مادي للقناة لحتى القناة تستمر بعملها بنهي هذا الشغل فردي عم بيكون بهذا الشغل يعني انا لحالي عموم بهذا الشغل طبعا طريقة الدعم المادي متوفرة بالدسكريبش ملوصف طبع الفيديو ممكن تقول لي روي او ممكن تقول لي روي كيف ممكن ندعم ماديا بالتعليقات وانا بجاوكم او بعضيكم رقم هاتف تتواصلوا معي احبائي مشكورين دايما على محبتكم وفئتكم ومتابعتكم بتمنى الفيديو يكون كان مفيد لكم ولا تنسوا الانضمام الى القناة اهم خطوة هي الانضمام الى القناة ومتابعة الفيديويات دايما لحتى تكونوا فكرة كيف عم بتكونوا الامور ولا حتى ما حدا حدا يجي يتهمني انت مع الروس او انت مع الاوكران لا انا مع هدول البلدان لحتى يكونوا بخير وسلام لاندقنا نحرب وبنعرف ويلاتها فمنقول الله يبعد عن الجميع اه دايما مشكورين على محبتكم وثقاتكم مرة تاني والى اللقاء بفيديو اخر وداعا اشتركوا في القناة